كنا راحين في زيارة الى المغرب فالطائرة كان منتخب كرة الغدم من البحرين ومنتخب موريتانيا ونحن منتخب الدعوة كان منتخب عمي ثلاث منتخبات وكل الطائرة لعبت كرة اللاعب كان يلاب عندنا في الامارات انتقل راح البحرين الله جابه في جبيه في الطائرة مغربي قال الشيخ قد خير قال المدرب عندنا برازيلي يسألنا الاسلام ما رأيك قلت رأيي البرازيلي يأتي مكانك رح مكانه ممكن قال لي ممكن بعدين فكرت برازيلي خطط هجومية اذا عملت خطة دفاعية رحت البرازيلي جاء وجلس سألته سؤال قلت الان انتم متحركين من البحرين الى المغرب ثمان ساعت بالطائرة ليش قال نحن ذهبين للفوز قلت طيب ولكن الفوز نوعين لأيهما ذهب قال هو في نوعين قلت نعم الرياضة تفوز تنزم صح قلت له صح قلت له ولكن نحن عندنا فوز لا نهزم فيه الى الابد طيب ما هو الفوز هذا قلت له ان يكون لك هدف في الحياة كيف يعني هدف في الحياة قلت له الان نفترض المباراة تبتدي اللعبة في الملعب الجمهور في الملعب صفر الحكم الصافرة الحديدتين العوارض طلعناها من الملعب لعب ولا مصخرة قال لي مصخرة قلت له لما قال لا يوجد هدف وتسمع اي انسان ما عنده هدف في الحياة حياته مصخرة طيب ما هو الهدف كيف هو الهدف الوصول الى الله اول ليس قبله شيء اخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء ليس له بداية ولا نهاية حق من ذكر حق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سؤل وأوسع من أعطى هذا هو الله لا ند له ولا سمي له ولا شبيه له ولا مثيل له هذا هو الله كلمة الفوز عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة لا إله لله 12 حرف محمد رسول الله 12 حرف مجموع كم حرف 24 ويومنا 24 ساعة والإنسان يتنفس 24 ألف نفس المسلم ما يخرج معه نفس إلا مع الله فائز مستعد قال لي مستعد فمد يد ونطق الشهادة وهكذا يا أخواء الكرام نصر الله جل وإله جمعنا وإله